اشتركوا في القناة هو الواحد مبسوط لان انت لما بتيجي في مسيرتك القروية كلها بتيجي يتذكر اسمك يتذكر ان انت خدت بطولها في 2006 و2008 وكنت مع المنتخب وانت بتلعب البطولتين دولت لان في الاخر الواحد في المسيرة بتاعته بتوع تفكر كده وتبص انت عملت ايه في حياتك هل عملت فلوس ولا عملت انجازات ولا عملت الاتنين مع بعض ودي مهمة جدا ان انت تبقى عامل بطولات كويسة في الاندال اللي انت لعبت فيها او بتسيب بصمة كويسة في الاندال اللي انت لعبت فيها ومع منتخب مصر بتبقى حاجة كبيرة جدا ان انت تبقى موجود وان انت بترفع عالمك في كذا حتة في كذا مكان في كل دولة افريقية بتروحها بتبقى يعني بتعمل السعادة للجمهور المصري والشعب المصري فدية حاجة بتبقى الواحد مبسوط منها جدا جدا كنت بقول حاجة مهمة جدا كانت تحصل قبل ما انا في الانترو انه احنا احنا كجمالين مصرية شعب مصري يعني بنقلم من منتخبنا يعني منتخب مصر يلا هيروح يلعب مع كودفور والسنغال ومنتخب الناجين ومنتخب المغربي واوا والكلام ده كله مرغم كده احنا دايما في بطولات افريقيا بنزهر بشكل كويس جدا بتقلل ولا بتبقى خايف مرخوف ده التقليل احنا نفسنا كلاعيب احنا بنبقى الانين يا كريم اصلا انت بواسطي الخطة كلها لأ مش هكال كده لأ بتبقى الان لان انت كمان بتروح الان نجوم بتبقى موجودة يعني انا مثلا في البطولات اللي احنا كنا موجودين انت بتقابل كودفور نجوم بتتفرج عليها في التفزيون بتقابل الكاميرا نفس القصة السنغال نفس القصة فانت بتبقى الان يعني بجد يعني فانت بس انت بقى ايه الحاجة اللي الواحد بيبقى مبسوط منها من منك كمصري وكلعيب مصري وكده لما بتخش الملعب بيبقى الامور كلها خلاص في المباراة بتبقى الدنيا عاملة ازاي انت احتكاك عاك عاملة ازاي قوتك عاملة ازاي رغبتك عاملة ازاي فهي دي هو ده التحويل اما لما تيجى يا كريم تفكر كده وانت قاعد زي الناس احنا كل البناد مين زي بعضها تقعد تفكر كده وتبص للسقف بتروح اقيل ايه انا هلاعب الكودوفور هلاعب السنغال هلاعب كذا ده الكودوفور فيها كذا وكذا وكذا بس انتو كنتو جابدين اواكب تنحسك برضو يعني ما هو انت جاء الحمد لله اربع مين بس اللي خلاك بقى الجامد ان انت خدت البطولة عمر ما التاريخ كان هيزكر اسمك او ان انت الناس بتقول عليك ان انت جيد كبير وجيد كويس غير لما خدت التلات بطولات ولا بعض لو انت ما خدتش بتلات بطولات او ان انت خسرت والله لو بطولة واحدة منهم كنت هيتقال علي جيل عظيم برضو بس احنا خدنا ثلاثة اه انت عارف هي دي الميزة لان كان الجيل بتاعنا صراحة بامانة كان كل واحد فيه شخصية كل واحد فيه عايز يعمل حاجة نفسه اشتركوا في القناة